النهاردة بقى هنروح لحدث مهم جدا النهاردة ذكرى وفاة الكابتن الماسترو صالح سليم أستاذ الإدارة الرياضية في مصر صاحب التاريخ العريق والكبير صاحب الشخصية القوية اللي كل الناس بتحترمها سواء بتختلف معاه أو بتتفق معاه كابتن صالح سليم مدرسة مدرسة للعلامة الإدارية في مصر كابتن صالح سليم علامة برزة في الإدارة الرياضية في مصر علامة برزة في التاريخ القروي بشكل عام من ساعة ما بدأ في النادي الأهلي وهو ناشئ لحد ما طلع مع الفريق الأول سنة 48 في الممباراة المصري ويمكن أول مباراة ليه هو أعرز هدف يعني في أول مباراة ضد المصري هو جاب جود وحقق بعد كده العديد من الألقاب والألقاب وبعدين كمان إيه خط تجربة احتراف بره يمكن في ناس ما تعرفش الكلام دوت لا خط تجربة احتراف بره وبعدين رجع تاني عشان يختتم مسيرته القروية مع النادي الأهلي مشواره مع النادي الأهلي ما انتهاش بأنه اعتزل لا مشواره ابتدى الإداري بعد ما اعتزل مباشرة بدأ مشوار جديد عشان يكمل حياته جوه النادي الأهلي ولو تعرفوا حضراتكم أنا يمكن عشرة الكابتن صالح سليم فترة ومجموعة من اللعيبة طبعا عشرة الكابتن صالح سليم فترة كبيرة جدا كابتن صالح سليم كان عنده النادي الأهلي نمرأ واحد وبعد كده أي حاجة تاني ان شاء الله هو حتى مصلحته الشخصية حتى هو مصلحته الشخصية يعني دايما الواحد فينا بيبقي مصلحته الشخصية أو القريبين منه على أي حاجة تانية لا كابتن صالح كان في الحتة دي أنا أنا حضرته في أكتر من موقف كان يقول لي النادي الأهلي أولا لا صالح سليم ولا مش عارف مي لا هو النادي الأهلي بس أنا حضرته كمان بس كنت صغير في الوقت دوت كان لي كارزمة يعني حاجة تشوفه بس كده من غير ما يكل أول ما مسك مدير كورة في النادي الأهلي كان في بداية السبعينات أنا كنت بتفرج ساعتها على مباراة للنادي الأهلي مع المحلة في المحلة والكابتن صالح كان مدير كورة يعني تقريبا تقريبا في معظم الأوقات الجمهور كان بيبص على الكابتن صالح ما بيبصش على الماتش وبعدين بعد ما خلص المنصب مدير الكورة راح عضو مجلس إدارة وتولى أكثر من دورة بعد كده رئيس للنادي وكانت ليه مواقف محترمة جدا 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 حطت العديد من المبادئ اللي تعلمناها في الأهلي وتعلمها من بعده كل واحد جاء في المنصب ده وإحنا تعلمنا منه حاجات كتيرة جدا وليه مواقف كبيرة جدا عديدة صنعت شعارات لسه لحد دلوقتي موجودة في خلوب عشاء كل جمهور النادي الأهلي هو صاحب الشعار التاريخي أن النادي الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع جوه النادي الأهلي يعني اللي هو يوم بعد يوم بيزيد وبيزبط صحة كلام الكابتن صالح فعلا محدش يقدر ينسى الموقف التاريخي سنة خمسة وتمانين لما وقف فريق بالكامل وعنده مباراة كاس مصر وكاس مصر بخروج المغلوب خمستاشر لعيب تمردوا على قرارات النادي والأسف أنا كنت أحد منهم بعترف بغلطي بس أنا حضرت الموقف دوه ولعب الناشئين قالوا له الزمالك قال له مش مشكلة الزمالك مش مشكلة كاس مصر المهم فيه مبدأ أنا ماشي عليه وربنا أراد أراد بقى يعني ربنا إنه هو يكفق على اللي حصل ده مش يكسب الزمالك بس لا كسب كمان البطولة وانتصرت في الآخر المبادئ اللي ما يعرفش الكابتن صالح لازم يقرأ عن الكابتن صالح القدر كفقه في حاجات كتير جدا 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 الناس كلها كانت بتختلف معاه إنه هو ليه بيجي كده يعني انت ليه بتعمل الحق قوي كده يقول له عشان خطر النادي الأهلي ومبادئ النادي الأهلي تقول له يعني مثلا الموقف بتاع الكاس مصر نقول له طب ما النادي الأهلي هيخسر البطولة يقول لهم لا حتى لو خسر البطولة بس يكسب حاجات كتير هو ده كابتن صالح هو ده كابتن صالح سليم وفضل مكمل 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 أنا أفتكر موقف كمان خلي بالكو يمكن سنة 92 92 كان النتائج في النادي الأهلي مش مشي كويس فالجمعية العمومية طالبت إن الكابتن صالح يرجع مرة تانية يكون خلص خلاص قالوا إنه يرجع مرة تانية ورجع ورجع ولعبنا ساعتها مباراة مع الزمالك في نهاية كاس مصر خلنا نخسرنا الدول ولعبنا مباراة مع نادي الزمالك في نهاية كاس مصر 92 وكسبنا 2 واحد وأنا كنت جبت الجولين الجول التاني كان جول المكسب بعد المباراة الجمهور كله راح على استاد مختار التيتش على النادي الأهلي يحتفل بالبطولة مع اللعيبة كابتن صالح راح قبلهم أول واحد أنا كنت واحد من ضمن الناس اللي نزلت في السكة يعني ما كملتش لحد النادي كابتن صالح بعاتلي تاني يوم كابتن صالح بعاتلي تاني يوم فروحت واتكلمت معاه قال لي يا ابن أنا زعلان منك بص أنا فرحان لك باللي حصل مباراة بس أنا زعلان من حاجة جمهورك ده ليه حق عليك قلت له مضبوطة كابتا قال لي وإنتوا عارفين وإنتوا جايين في الأوتوبيس إن جمهور النادي الأهلي جاي الاستاد واتفتح له الملعب علشان يحتفل معاكم إنتوا اللعيبة اللي جبتوا كاس مصر والجمهور كان وراكه والفترة اللي فاتت دي كانت فترة عسيبة جدا والجمهور ما سبكوش وفضلوا وراكه لحد ما ربنا أكرامكم كاس مصر أنت كان لازم تكون أول واحد مع اللعيبة في الموجود في الملعب ما تدرش أتكلم أنا ما تدرش أتكلم قال لي أنا زعلان منك آه فرحان لك بس زعلان منك لأن جمهورك ليه عليك حق والحق ده إن كان لازم تيجي بعد المباراة مباشرة على الملعب تحتفله مع الجماهير ده كابتن صالح سليم وعظمة الكابتن صالح سليم والمكانة اللي استحقها كابتن صالح سليم كان رئيس نادي وتعلم من بعده مش عايز أقول رؤساء النادي في النادي الأهلي لأن كل رؤساء الأنديها كانوا بيحاولوا ياخدوا حتة القيم والمبادئ من النادي الأهلي اللي هو رسخها الكابتن صالح سليم وبعدين الكابتن صالح سليم ربنا كرمه لحد ما وصل لمرحلة استلام جايزة نادي القرن الجايزة الأكبر في أفريقيا واللي جات بجهد وعرق أبناء النادي الأهلي كلهم ومن بينهم الكابتن صالح سليم سواء في الملعب أو في الإدارة وكلنا فاكرين كجمهور نادي قالي لما تسلم الجايزة في حفل كبير في جنوب أفريقيا كابتن صالح سليم كمان ترشح على مقعد رئيس مجلس زراء لو تنفتكر سنة 76 سنة 76 لكن في أول ترشحه ده خسر قدام الفريق أول عبد محسن كامل مرتاج لكن الكابتن صالح ما يقاس ما يقاس بتحقيق أحلامه مع النادي الأهلي وترشح مرة أخرى بعد كده سنة 80 وبعد كده فضل مكمل لحد موصل لسنة 88 المهم احنا طبعا كلنا بنعتز بالكابتن صالح سليم في ذكرها وبإذن الله رب العالمين الفترة اللي جاية مبادئ قيم النادي الأهلي ده جزء من تاريخ النادي الأهلي مش هتتغير كابتن صالح سليم زرعها واللي من بعده فضل مكمل عليها وهو ده النادي الأهلي مش هيتغير النادي الأهلي جي من بعده كابتن حسن حمدي وبعدين ربنا رحم كابتن كبير مايسر صالح سين بعد عناق مع المرض فإحنا بنقول لكابتن صالح سين في ذكرها وفاته يعني اللهم محسن مسواه وإن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي يفضل كبير على طول بجميع الرؤساء من بعد كابتن صالح سين موسيقى موسيقى موسيقى